ساميرا مقرون البدايات كنت شي مسلسل مكتوب عرفناك شي برامج الصندوق ومن غادي مشيت المسلسل المكتوب والنجحت نيلك صندوق خاطر دي ما يحطوا لي كومنتر احنا الصندوق جاي وميعيبك شير ني ما يعيبني حتى جايب يعليش بشايبني كنت وجه جميل وعندك الروح موجودة يمكن من غادي شيف سامي الفاري انو ساميرا مقرون تناجم تكون بطلة من بطلات مسلسل لا لا مش من غادي خاطر جو بانس كفاما مينمام ان فانتان من العبيد اللي كانوا موجودين في دليل كملك كستيو للمكتوب را فما بارش عبيد كستيو اما حتى ساميك عياتي الكاستينج ما كانش يعتقد اني ناجم نكون بطلة من البطلات عياتي الكاستينج قال لي تيلي جينيك ايج عم كاستينج ووقتها كان فما ناس متخاصة في الميدان كان فما عاطف بن حسين كان فما عبدوهي بجمني يا رحمه كانوا ناس متخاصين قالوا رايتوفل على عن دون مهيش متعبش تعطيها ام تغول رايا لاندون سي با انفزاج فما حاجة فما انتالان ايدو لاونا كمانسي اتخافي خدمنا كلك موان وانطلقنا وكنت تخيل انك باش تنجح مخفت منها تجربة عرجعلي شوي للماضي كيفش تخلتني اماني يا اميما لا خفت العلابي اللي راني فاهمة الامبلغ انا منيش فاهمة وقتها احنا انا اللي فاهمته اللي عطاوني دور وتاكست ويزمني نقعد نبارف عليه ونحاذر فيه وكتبدا ما عندكش تجربة قديمة في الميدان ماكش فاهمة من بعد شنو اللي بشي سير كي انتي ساية تخرج في التلفزة وتبدأ ديفيوزيون ما تفهمش انتي اللي تعرف ووقتها يزمك تعمل خدمتك بيها على خطرك العبد اللي عطا فيك ثيقته يعني كالمخرج اللي قاعد ورا الكاميرا اللي يستنى منك في حاجة يزمك تعطيه اللي يلزم المشاهد ما كانش فيها مخي جملة 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 ما ما فاهم بعد عدا كي خرجنا بعد فاهمة وفاهمة وفاهمة ومكتوب عمل ما هوك اللي بوم متاع خطر سيتيان شانجمان في كل شي في الليماج في دراش نوع بيت جدد وجوه جديدة طريقة تمثيل جديدة خطر احنا احنا منتال 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 فامة اوني سابغ مانيه صوفت المثل ومنش في العالي خطر فامة فامة طريقة تمثيل كنت قبل الموجودة فيها برشا سيح وعيات كنت داخل فامة سيح جو شوي ما نحبش اقول سيح خطر نحبش ان نجرح ممثلين وكل شي اما اما فامة دوزاج ما هوش متاع تالفزة بتدخ اكثر متاع مسرح فامة دوزاج دونك احنا تخلنا بحاجة جديدة بوجوه جديدة بكل شي دونك ساها نحبيت تشدوا برشا لمسلسل وكاهاو بتخرج شيرات فارق هجموك برشا مش انتي هجمو المسلسل معنا يجبتوا بنات مزياناتا كاهاو ما هومش من اهل الميدان مش عاملين اهل الميدان اللي هجمو اهل الميدان اللي هجمو خطل عبادمين ما هومش عامل مسرح ولمكش عامل مسرح تونك توصلي في الاحساس دوك الهجوم اللي سار كان من وسط الميدان الناس اللي يقولوا عاودونا مكتوب عملونا حاجة كيف مكتوب تالما ستي كلين اللي تتفرج في حاجة مكش متقلق ما فميش كيفاش عاشت البرة من مكتوب بعد ما اكتشفت ناس يمكن ولو يعرفوا ساميرا ما قرون اكثر فما شهرة اكيد كيفاش عاشتها تقبلتها بسهولة مش خفت منها ميش خفت منها ملول هو خاطر مكتوب جي يذهولي معا خروج الفيسبوك وقتا ما كانش فما انستغار يذهولي احنا والفيسبوك جينا من بعضنا ملول يا فيبا دوك فجأة تلقى روحك برشا بفو بروفيل تصورك الدور اللي يعجبو لي ما يعجبوش اللي حبي حط كومنتير سيمباتيك اللي ليند راشنوه وتبدأ واحاونا اونيتي فخاجيل سي اوني دي جامعة صغيرة وقتها في العشرين سنة عشرين سنة بالضبط دي تماما دون كونيتي كمام فخاجيلو كل كل غماغ تخرج يصير فيا ونو هي ناري وقال وقدر شنوه بعد كاو بعد عادة كاوالينا هو راوس بساعات يقول لك يزنك تهيئني انا جمع اللي فات كان بحثي راوف ماهر يقول لي معنى عاش نجاح كبير في العصيف يقول لي تمنيت انو فنان اسبقني في عاش يمكن نفس النجاح ينصحني كيفاش نعيش هذا خاتر تصدم انا معرفش كيفاش يجيري الشهرة يحس نس كل العيني نعليه دونك ساعات لازمك بالحق حد يجي هيئك نفسيا يقول لك راوس باش تعيش هكا وهكا 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 هما اللي سبقونا ما عاشوش لي عاش نخصو كانش فاما هاني قددك وسائل تواصل اجتماعي كبرت الحكاية اللي سبقونا في الشهرة لي هما ناس معروفين بها عارشة لكن كان متراهمش في الترفزة معاند كوينتراح احنا احنا اللي جينا معان خروج الفيسبوك بعد عدخلات لانستاجرام ودرا شنوه وقتها عاشنا حاجات هما بدهم معاشوهمش استاج الوحشة احنا نعيش في استاجر احنا كل شهرينيه احنا كل شهرينيه احنا كل شهرينيه ينقدو اليوم متلقى ماشون مليون تونسي ينقدو كنا جميتخل على استاجرام في اسبوك انا اللي رافيه اكثر يبلي رقب الاخي وفناشون مليون تونسي ايه الناس كل مليون تونسي وميجا وراها احنا عنا ناس فارجو فينا من ليبيا من زير طول ما انتوجوج طول ما دي ما عنديش مشكلة في جوج ما اما احتيونا كما يقولوا شوية نية طيبة صافي ونية شو فينا في منتا كما يقولوا خاف وربنا فينا خاف وربتكم فينا تتوجع من الكلام اليوم كن جرح ساميرا كي تقرر ساعلي تعليقات انتي تقراهم تشوف كان يتحطوا على تصويرتي عندي انا نراهم اما كان في بلايس اخرين تشوف كان يتحطوا على تصويري عندي شو كنا عك نمشي نفلي تلش كون سابني وش كون لا لا ما نقراش تتوجع كي تقرا تعليق مع عشبكش يمسك لا على خاطر تولي تولي ويمكن يمسني ساعات كيتكلموا على ولادي مثلا كلي انتي غيك هما عايشين معاك انا ولادي يصن ايبانوي وفرحانين الحمد لله يا ربي مانا حتى كيتمشي اللي كول متاع والدي البروفة كيت تعياتلي باحديها تقولي ما تخيلش لي ولد مرة مشهورة وابو مشهور وهو يلاقي كي يبقي كمسا والحمد لله لساعات ان كومنتيغ يقول لك يا نار يمساكن ولادها مهملتهم وين انتي ريتم هملتهم كيفاش عرفت مانتا نحمد ربي حياتي باهي اللي خليني اللي انا حتى كي نقرأ كومنتير يمسني خاتن خافوما يراوه نهار ولا حاجة كهوما بعدتهم على مواقع طوصل اجتماعي ما تخليهم شي مسو تيليفونات ولدك كبرتا عندو تيليفون خاطر يتكلب بي مع ابو واتساب وكل ما عندوش انستاقرام ما عندوش ليلة ما عندوش عاملة كنترول عليه ولا لك هو ميحبش ولدي مش مغروب ماهوش حبها تشايد ماهوش مغروب زي عميحبش اذا كتوسكي شهرة انا ولدي تفرشي فتال زي قولي جود 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 نايس فاهم اللي انتي معروفة فاهم اللي بوه معروف بنتك فاهم اللي امها معروفة بنتي كي تراني فالتالفزة تتفجع سخبني معادي جاية ماني كيتفارش فيها فالتالفزة تقول ام موسان مشتل تيفي معادي راجعة ماما اني جاية اني جاية رب يفضل أملك سيميرا عايز ان شاء الله تراهم نجحين اليك اهم حاجات اهم حاجات نجحين وفرحانين فرحانين يزوم يكونوا فرحانين مانتا تنكتوني باكا غو في حياتك قد ما تنجح ركت النجم ما تستمتع بحتى شيء مانتكون فرحان من داخل مانتصالح مع الحياة فعليا مشكلة ان شاء الله يبدو فرحانين